النجم العربي ربيع الأسمر اللي يمكن كلنا تعرفنا عليه من خلال الأغاني اللي وصلت لأمريكا قبل وصولك ربيع أهلا وسهلا فيك ببرنامجنا أهلا وسهلا فيك الله يسعد مساكن ومسا مشاهدي ART بالعالم بلون الله يسعد مساكن يا رب وبدي رحب بالإستاذ صائب صاحب التور اللي عم بيقوم فيه ربيع حاليا بأمريكا سعد لي مساك يا تينا سعد لي مساك عاطف سعدني أكون موجود معكم اليوم على الشاشة الحلوة شاشة ART خبرني كيف كانت هالجولة وكيف شو رأيك بالجمهور العربي اللي كان عم يتفاعل وحافظ هيك أغاني ربيع قبل ما يعرف ربيع شخصيا يختلف من مكاني لآخر يعني أي وليه بتختلف عن الثاني أي دولة بتختلف عن الثاني أعلاني أنت بتشوف القمهور أصدك عشان أن القمهور بيختلف من كل ولممكن من دترويد غير نيجيرسي غير سان فرانسيسكو غير كاليفورنيا مش بس هيك حتى الجنسيات اللي موجودة بتختلف كمان يعني أنا كنت أنا وياك بإحدى اللقاءات صح ولا لا مزبوط فوجئنا بشيء أنه جماعة ما قلن عليها بالدبكة آه قالوا نحنا تعلمنا الدبكة على أغنية ربيع أم أحمد مزبوط مزبوط كنا موجودين بالحفل المدفية بولاية نيجيرسي وكثير من الجنهور قالوا أنه تعرفوا على أغنية قبل ما يتعرفوا عليك وعرفوا دبكة من وراء أم أحمد المقصود أنه أكتار ما نوش واصل لشيء اسمه دبكة لبنانية فحلو وأنا كثير بكون مسرور أني وصلت رأس بلدي للعالم العربي سي الصائب في وجود لصوت ربيع الأصمر أو كفنان أنت بتتفي معاه الصوت اللي شدك إله الأول أو نجوميته اللي شدتك أو إزاي أنت قررت أنك تعمل اتفاق مع الفنان ربيع الأصمر يوم بولاية ودتاني مرة على علمي في يو س اي والله استاذ عاطف في صراحة بلك الصوت أول ما سمعت ربيع الأصمر الصوت كتير كنت أنا يعني منفعل بمعنى أنه فيه إنجزاب معين بالصوت اللي الخامس الصوتي اللي عنده ملقيته بفنانين آخرين وتزديا على الكلام هذا كان فيه اللقاء مع الملحن سمير صفير لما عرفت بالتعامل اللي تم بينه وبين الفنان ربيع الأصمر سألته سؤال قلت له فيه ميزة معينة بربيع شو ممكن تفسر لي إياها فسر لي إياها ستقال لي فيه عنده خامة صوتية قليلة من يعني بتلاقيها قليل من الفنانين اللي يعني إنه غير إيه غير خاصة في الطبقات أو على علمي أنا أنا عفكرة لاحظت كتير بأمور من خلال جولتي الفنية مع ربيع وإنه كان عنده انتقال آآ اللي بين من قرار للجواب آآ من جواب للقرار يعني هالانتقال اللي تم وكان فيه طبعا هالشي هذا إلو آآ 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 يعني بي ذرايتي شوية بالموسيقى إنه آآ آآ القرار بيقول الجواب وبعدني يرجع تاني للقرار ويرجع تاني على الجواب ده يعني بيبقى لا الفنان أو فيه بعض الفنانين بياخدوا زي منافذ هو يا الله ويعني سراحة مع تغيير المقامات مع تغيير المقامات والشي هذا اللي خلاني دائما بيعدة حفلات آآ آآ امنة فيها كنت أطلب آآ طلب خاص من ربيع انه آآ خلت الجمهور كتير آآ تتشوق لربيع قبل ما يطلع من الهجوة الله علي يظهر بموان، يظهر بموان، ولحظت أنت بنيجورزي كيف العالم بهرت بالوحابين يشوفوا أنه الصوت اللي يظهر من جوة هناك فنانين كثيراً يظهر أنه هلأ اللون الشعبي بس شو اللي بميز ربيع وصوت ربيعاً غيره من الفنانين؟ هلأ الحلوء أنه الإنسان يخلق يعني ما فيه هلأ عندنا ذهب اللي بدك تظهري الدهب تظهريه بالصياغة يعني أخذ لون تراسي وحطه من النبع وصبه هون ما عمل شيء فأنا عمل الشغلة أنه ما بدش سميها مدرسة يعني كلنا تلميذ دو عضل الطرف دو هنا بس عم حاول عم بعمل تجربة عم بعمل مزيج ما بين تراسي للجبلة الفراتي، السيحلة يعني عم بعمل بأخذ مثل البيع كيف يعملوا ميكس يعني عم بعمل مزيج عم يطلع ناجح وفعلاً بلاقي نادراً ما حدا يعمل مثله يعني لا بالتلحين ولا بالغناء يعني ما بسمع أنه غنو أغنية ربيع الفلانية كذا بوصل عند أم أحمد بوصل عند حولها لقيها دقروا يعني حلوة أنه أحد الملحنين بيقول لي أنا لو بسمع صوتك بالصين باعرف أنه يقدر بأسرع بغنية برايك ممكن أغنية من هالأغانية تسير يوم من الأيام من الأغانية توراسية آه أنا بتمنى بصراحة يعني حلوة ومسأل كثير حلوة يعني أنه واحد في أغنية تخلد أنا بحرف أغانية يعني بفكرة توراسية كعادة نسمع أغانيك منحس أنه بالحنين للوطن بيجود ضيعة لأنك ابن بعلبك بتحس هالشي بحت معليك تغني لون معين بالذات وجو بعلبك سياب أسهر فيك ونت صغير قبل ما تهاجر أنا ابن نهر العاصي طبعا نهر العاصي الله ابن الهرميل يعني وهي بعلبك الهرميل نفسها يعني ما زبوت ابن ضيعة يعني ما بقدر يوم من الأيام تعركت أنا ومزيعة قالت لي بدك تنعم دقنك قلت لي اوكي نعم دقنه أول ما قدمت على تلفزيون لبنان ثاني يوم قتلي بدك تنعم صوتك قلت لي شو مفكرتيني رقاصة تنعم صوتك رهد للبغرجة أطلع بيخانيني يد شاب بيدان مجنون هل بالنسبة للصوت معلش في العيلة في برضو أو في الضايا أنت هتأثرت بحد وفي حد في العيلة بيغني أنا المرحوم بيك يعني يغني قدم على التلفزيون وتوفى بعد ما نجح بالأغنية الخاصة أم صوتها حلو خيي كمان بيغني وأنت دخلت السوديو الفن أنا السوديو الفن وليلي لبنان وليلي لبنان الزعبار تشوهو ممنوع تزعبر لا 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 ما فيز حمره حاز على الميدالية الدهبية أخذ الدهبية أنا وأخذ تقدير طبعا وبالتلفزيونين يعني انطلبت بنفس التاريخ وكان ممنوع تشارك ببرنامجان فأي تلفزيون الدولة تقل صح أقول ولي خليك مع تلفزيون الدولة يعني هو القانوني أنه معترف فيه بات